اشتركوا في القناة اهداف الدرس وصف تركيب الدايد تعدد انواع انحياز او توصيل الدايد حساب هبوط الجهد في الدايد الاجهزة الالكترونية في عصرنا الحاضر يا شباب زي المزياع التلفاز مشغلات الاقراص المدمجة الحواسيب الصغيرة كل هذا يا شباب تعتمد جميعها على ادوات مصنوعة من اشباه الموصلات لا يتجاوز عرضها بضعة ميليمترات هناخد نساء يا شباب وهو الدايد وتعالوا نشوف مع بعض تركيب الدايد اللي احنا ساعد نسميه الوصلة الثنائية وهو من النوع البي ان افتكر معايا يا شباب ان الدرس اللي فات بي اللي هي البلورة الموجبة وان اللي هي البلورة السالب اذا الدايد بيتكون من قطعة صغيرة من مادة شبه موصلة من النوع السالب ان وقطعة صغيرة من مادة شبه موصلة من النوع بي وبينهما يطلق على الحد الفاصل بين شبه الموصلين من النوعين اسم الوصلة يبا عندي يا شباب بلورة موجبة بلورة سالبة وبينهما وصلة وتطلق منطقة الوصل الفلزية في كل منطقة بحيث يمكن وصل الاسلاك بها هذه الاجزاء ده شكل الدايد يا شباب شكل الدايد او الوصلة الثنائية وسمتها وصلة ثنائية عشان كده في عندي بلورة موجبة وبلورة سالبة وبينهما فاصل كده في الوسط اسمها الوصلة طيب تعالوا شوفوا بعض الاستخدامات او يستخدم الدايد في تحويل الجهد المتناوب A C الى جهد مستمر DC بقضية واحدة فقط ويرمز للدايد في الدوائر الالكترونية بالشكل ده يعني مسلث كده وفي خط امامه يا شباب الخط ده يرمز بالكاثود اللي هو السالب وهو المثلث الانود وهو الموجب وده الشكل التجاري لما نشوفه في اي محل بيكون هذا الشكل شكل الدايد شوف لما نوصله في الدايرة الكهربية بيأخذ هذا الشكل يا شباب ده رمز الدايد في الدوائر الالكترونية بهذا الشكل طريق تعمل الدايد شوف معايا الفيديو يا شباب لما بنقرب البلورتين بلورة الموجبة والبلورة السالبة الى بعضهم بهذا الشكل تنجزب الالكترونات الحرة اللي في الطرف الان الطرف السالب ننوصل نحو الفجوات الموجبة في الطرف الموجب فتتحرك الإلكترونات بسهولة المنطقة B وتتحد مع مين هناك تتحد مع الفجوات وبطريقة ومثلة تتحرك الفجوات من الطرف B المنطقة N تتحد مع مين هناك مع الإلكترونات ونتيجة لهذا التدفق تكون المنطقة N مليئة بالشحنات الموجبة والمنطقة B مليئة بالشحنات السالبة ينتج عن هذه الشحنات مجالا كهربيا هذا المجال الكهربي يا شباب اللي في الوسط اللي احنا شايفينه ده يؤدي إلى توقف حركة المزيد من ناقلات الشحنة وتترك المنطقة المحيطة بالطبقة الفاصلة بدون فجوات أو إلكترونات حرة فتنضب فيها ناقلات الشحنة لذلك هذه المنطقة اللي في الوسط ديها شباب نسميها طبقة النضوب اسمها طبقة النضوب وهي منطقة رضيئة التوصيل الكهرباء طيب تعالوا نشوفوا أنواع توصيل الدايود أو انحياز الدايود فيه عند نوعين من انحياز فيه انحياز أمامي وانحياز عكسي الدايود المنحاز أماميا والمنحاز عكسيا هناخدها بالتفصيل إن شاء الله ولكن شوف معي الرسمة كده وتحاول تستنتج معي هنا يا شباب بلورة من النوع السالب شوف كده معي متصل بمين أيوة متصل بالطرف السالب البطارية يبقى لما يتوصل بسالب البطارية مع سالب الدايود يبقى ده اسمه انحياز أمامي دايود منحاز أماميا وموجب البطارية هنا وهو الفرع الطويل ده يا شباب ده موجب البطارية متصل بعمين أيوة مع موجب الدايود يبقى سالب مع سالب وموجب مع موجب ده اسمه توصيل أمامي أو انحياز أمامي طيب الانحياز العكسي أو التوصيل العكسي شوف هنا البطارية هنا ايه الطرف الايش؟ أيوة هنا الطرف الموجب متصل بمين هنا؟ أيوة بسالب الايه؟ بسالب الدايود يبقى موجب البطارية مع سالب الدايود وسالب البطارية مع موجب الدايود ده اسمه الانحياز العكسي تعالي اتكلم عنها بالتفصيل الدايود الوصلة الصنائية المنحاز أماميا وفيه يا شباب زي ما انت شايف في الفيديو كده يتم توصيل الطرف السالب البطارية بسالب الدايود وموجب البطارية بموجب الدايود ايه اللي بيحصل؟ زي ما انت شايف كده تتجه الالكترونات إلى الطرف بي وتملأ الفجوات وبتضمحل طبقة النضوب شوف طبقة النضوب اللي في الوسط النضوب اللي في الوسط تبدأ تضمحل شوية بشوية ويعبر الطيار من خلال الدايود وبزيادة جهد البطارية يزداد الطيار اذا خلاصة يا شباب في الانحياز الأمامي تضمحل طبقة النضوب يعبر الطيار وتعمل البطارية عمل مزود للفجوات النوع الثاني يا شباب وهو المنحاز عكسيا يبقى التوصيل الثاني طريقة الثانية في التوصيل وهي الانحياز العكسي وفيه يتم توصيل الطرف السالب البطارية بموجة بالدايود شايف ده في الفيديو يا شباب توصيل الطرف السالب البطارية بموجة بالدايود وموجة بالبطارية بسالب الدايود اللي بيحصل تزداد عرض طبقة النضوب ولا يكاد يمر طيار كهربائي خلال الدايود وبالتالي فهو يعمل عمل مقاومة كهربائية كبيرة الخلاصة في التوصيل الانحيازي للعكسي بيزداد عرض طبقة النضوب لا يمر طيار كهربي وبالتالي يعمل عمل مقاوم كبير جدا الضيودات المشعة الضيودات المصنوعة من مزيج من الجاليوم والألومنيوم مع الزرنيخ والفسفور تبعث ضوءا امتى عندما تكون انحازة أماميا فعندما تصل الاكترونات إلى الفجوات في الوصلة فانها تتحد معا مجددا وتطلق طاقة الفائضة على هيئة ضوء بأطوال موجية محددة تسمى هذه الضيودات المشعة يا شباب باللد مثل دايود الليزر تستخدم دايودات الليزر في مشغلات الأقراص المدمجة هي السيدي مؤشرات الليزر الماسحات الضوئية لأشريطة الترميز في الأسواق التجالية اللي هو البركود يعني الهبوط في جهد الضيود كيف نحسب الهبوط في جهد الضيود VB يساوي I فR زائد VD حيث يا شباب أن VB هو جهد مصدر القدرة I الطيار الكهربي R المقاومة VD الهبوط في جهد الضيود طيب تعالي ناخد مثال يقول لي ما جهد البطارية اللازم لتوليد طيار كهربائي مقداره 2.5 ميلي أمبير ناخد بالنا أن هنا في ميلي يا شباب ميلي أمبير الميلي كيف حوله إلى أمبير أيوة أضرب في 10 أس سالب 3 في الضيود متصل بمصدر مقدار المقاومة فيه 470 أوم 470 أوم وحدة قياس المقاومة أوم إذا علمت أن جهد الضيود نصف فولت بنعدي المعطيات الموجودة شباب I موجودة R موجودة VD موجودة هو يطلب من؟ جهد مصدر القدرة أو جهد البطارية بنعدي القانون VB بيسوي I ف R زائد VD 2.5 في 10 أس سالب 3 حجة إيش يا شباب أيوة تحويل 2.5 ميلي أمبير إلى أمبير مضربة فيه 470 اللي هي المقاومة زائد نص اللي هي جهد الضيود اطلع لي 1.675 فولت طيب ناخد مثال كمان رقم 26 صفحة 175 يبلغ مقدار الهبوط في الجهد الضيود المصنوم الجيرمانيوم 4 من 10 فولت يبعطاني هنا مين يا شباب جهد الضيود الضيود جهد البطارية اللازم يبغى برضو جهد جهد مصدر القدرة اللي هو البطارية أولا برضو لازم نحول ميلي أمبير طيب VB بيسوي I ف R زائد VD ده القانون عندنا شبه موصلة من النوع الموجب B يطلق على حد الفاصل بين شبه الموصلين من النوعين A, N, B اسم الوصلة طبقة النضوب وهي المنطقة المحيطة بالطبقة الفاصلة لا يوجد فيها فجوات أو إلكترونات حرة فتنضب فيها ناقلات الشحنة ويصبح موصل ضعيف جدا يستخدم فيه ديود يستخدم فيه تحويل الجهد المتناول بA, C إلى جهد مستمر D, C بيقضبية واحدة فقط يرمز للديود في الدوائر الإلكترونية بالشكل مثلث وخط مستقيم بهذا الشكل أنواع انحياز الديود الوصلة الثنائية أنواعها واحد انحياز أو توصيل أمامي وفيه يتم توصيل الطرف السالب البطارية بسالب الديود وموجب البطارية بموجب الديود بحيث تضمحل طبقة النضوب ويعبر الطيار وتعمل البطارية عمل مزود مزود للفجوات إحياز أو توصيل العكسي وفيه يتم توصيل الطرف السالب البطارية بموجب الديود وموجب البطارية بسالب الديود زي ما شرحنا يا شباب يبقى كده الموجب حينجذب للسالب والسالب حينجذب للموجب وبكده يحدث زيادة في عرض طبقة النضوب ولا يمر طيار كهربي ويعمل عمل مقاوم كبير جدا الضيودات المشعة الليد تبعث ضوءا عندما تكون منحازة أماميا تدريبات نشوف مع بعض حل السئلة يا شباب نفكر معايا كده اكتب المصطلح العلمي شبه موصل بسيط يوصل الشحنات باتجاه واحد ويتكون من قطعة صغيرة من أشباه الموصلات من النوع بي موصلة بقطعة أخرى من النوع ان ايه هو يا شباب هو عبارة عن بلورتين موجب وسالب ايوة هيكون هو من يا شباب الضيود طيب يستخدم الضيود في تحويل الجهد المستمر إلى جهد متناول حل صح ولا خطأ طبعا خطأ ممتاز ممتاز جدا الناس اللي مركزة معانا يا شباب تمام طيب الحد الفاصل بين شبه الموصل من النوع بي وشبه الموصل من النوع ان يسمى ايش حد الفاصل بين البلورتين كنا بنسميه ايه ايوة الوصلة ممتاز طيب المنطقة المحيطة بالطبقة الفاصلة في البلورة اللي هي بي ان لا يوجد فيها فجوات او الكترونات حرة فتنضب فيها ناقلات الشحنة وتصبح موصلا ضعيفا جدا ها المنطقة دي كنا بنسميها ايه تمام طبقة النضوب طيب عندما يوصل طرف الضيود ان انه هو سالب مع قطب سالب البطارية والطرف بيه اللي هو الموجة مع قطب موجة بالبطارية ايه رأيك يا شباب هذا التوصيل يسمى توصيل ايه ايوة توصيل او انحياز امامي ممتاز طيب الضيود المنحياز عكسيا تنجزب ناقلات الشحنة نحو البطارية وعرض طبقة النضوب ايه اللي بيحصل لها ايوة تمام بيهزداد طبعا طبقة ايه النضوب طيب سؤال كمان الضيودات المشاعة للضوء مصنوعة من مزيد ها مزيد ايه شباب ايوة تمام الجاليوم والالوونيوم مع الزرنيخ والفسفر طيب الضيودات المشاعة للضوء ها تستخدم في ايه الضيودات ايوة تمام تبعث الضوء عندما تكون منحازة امامي طيب ضيودات الليزر تستخدم في ها تستخدم في ايه شباب ايوة تمام يا سلام الناس مركزة في مشغلات الاقراص المدمجة وبهذا السؤال شباب نكون قد وصلنا الى اخر جزئية في الدرس ندعو الله عز وجل ان احنا نكون استوعبنا الموضوع بشكل جيد اشكركم على حسن المتابعة وحسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة